زيكم عابلين ايه? الفيديو عن توقعات برج الدلو لشهر ستمبر الفين اتنين وعشرين. آآ قبل ما ابدأ الفيديو دي توقعات. احنا بندردش من خلالها لكن ما قدرش اضمنها لان الغيب اللي اعلم به ربنا وبس. حاجة تانية لو انت او انت اول مرة تشوفوني انا القناتي مش خاصة بالابراج وبس لأ انا كمان بعمل فيديوهات نوعها عبارة عن معلومات عن سيارات عن حيوانات تقدروا تاخدوا فكرة من اللينك الفيديوهات اللي هسيبه في الوصف تحت. انا هحاول اقصر على الدماغدر هتكلم عن الجانب المهني وكمان الجانب العطفي بخصوص العزاب والمرتبطين والمتزوجين والجانب المالي والجانب العائلي بس كده هم دول هتكلم عنهم وهحاول اقصر على الدماغدر. يلا بينا نبدأ مش هستور عليكو يلا بينا. الجانب المهني التكوينات النجمية آآ هي صالحة جدا او جاية في صالح موليب برج الدلو بمعنى بمعنى ان الامور في الشغل عندك وعندك طبعا الكلام ليك وليك يعني شباب شبات رجال سيدات. الامور في الشغل هكون مستقرة جدا هيبقى فيزة آآ مع زميلك استقرار ودعم آآ بس فيه نصيحة صغيرة ومهمة لازم تعمل بيها وهي انك تلتزم بجدولك الفترة دي. يعني تلتزم بجدول شغلك. آآ كمان هيكون المفروض عندك وعندك وقت تقدر تمارس من خلاله نشاط تاني. او لو عايز آآ تدرس توسع خبرتك في حاجة تانية. يعني لو فعلا الطاقة ده طلع صح وهيبقى عندك وقت ان انت تقدر تعمل حاجة تانية. انا بنصحك بحاجتين. اما تلعب رياضة. آآ لانها فعلا هتفيدك وهتفرق معك. يا اما آآ انك تشوف مجال تاني او تقرأ تحاول تطور من نفسك بالقراية او تبتدي تاخد فكرة عن مجال تاني. لان ده فعلا هيفيدك هيفيدك. آآ لما يبقى عندك خبرة في كزا مجال دي هتخلي ليك فرص ان انت تعلق بشكل كويس او بشكل اسرع كمان. آآ وهتأمنك اكتر يعني هتخليك في اكتر. انت واحد عندك خبرة في كزا مجال. اللي عنده خبرة في مجالين غير اللي عنده خبرة في تلات مجالات غير اللي عنده خبرة في كزا مجال. الناس دلوقتي دايما بتحاول توسع في خبرتها. والناس النجحة لو قريت عنهم هتلاقيهم ان هم بيحاولوا يتعلموا كل حاجة على قد ما يقدروا. ويحاولوا يثقفوا نفسهم. آآ هي دي الطرق السليمة للنجاح. ويا رب يا رب يوفق الجميع ويديكم الحكمة ويعدي الشهر ده على خير. خوشوا بقى على الجانب العاطفي وهابدأ بالعزاب السنجلز. العزاب يا ريتي انتبهوا لدائرة اجتماعياتهم الفترة دي. يعني انتبهوا لاجتماعياتكم الفترة دي لاني هيكونوا سبب في الارتباط. ده للولد وللبنت. آآ فانت انتبهوا لاجتماعياتك صحباتك آآ الاجتماعيات عموما آآ انتبهوا لها لاني دي اقول تاني هيكونوا سبب في الارتباط. بس عشان اكون صريح واللي قريدته اقوله بالضبط واكون صادق معاكو ان نسبة الارتباط شهر ستنبل لموالية برج الدلو هتكون ضعيفة يعني ضعيفة جدا. فطبعا دي توقع زي ما انا قلت يعني مش شرط يكون الكلام ده صح ولكن لو اجتماعاتكو كويسة وفي فعلا محبة انتبهوا ليها وان شاء الله يا ربنا يبعط لكم الشخصية المناسبة لولد او بنت. خش بقى المتزوجين والمرتبطين. المتزوجين والمرتبطين. العلاقة هتكون بينهم عايز اقول مستقرة جدا شهر ستمبر واتمنى ده. آآ بس في حاجة خصوصا المتزوجين والمرتبطين برضو. يعني هما الاتنين تقريبا موقفهم قريب من بعض. ولكن عايز اقول اني هيكونوا محتاجين دعم المرتبطين اللي مرتبطة بيه والمتزوجين من زوجك. يعني انت محتاج تدعم زوجتك بمعنى صح. الراجل هيكون عليه هو يعني النسبة الاكبر في الدعم بصراحة الشهر ده وده مكتوب. فحاول تدعم زوجتك والدعم اللي مرتبط بيها آآ وانتي كمان المفروض تدعمي. تسدوني الدعم هيفرق جدا وهيخلي الامور مستقرة بالنسبة اطول. طبعا ما فيش امور هتفضل مستقرة على طول. ابقى بكدب عليكو. طبيعي ان يبقى فيه شوية مشاكل. طبيعي ان يحصل بماد وجزر. ده طبيعي جدا. الامور ما بتمشيش خط مستقيم. ولكن الدعم ده هيخلي يعارفين في حتة استقرار بنسبة اطول شوية. هيقلل هيقلم المشاكل بشكل كبير او هيزود الاستقرار بشكل كويس. فا ايه المشكلة يعمل لما تدعمها كده? ايه المشكلة لو انت في الشغل وترفع تليفون تقول لها كلمة حلوة. بعت لها مسج حلو. تفرح بيه واسمك برضو بتدعمها. فخلي بالكو من النقطة دي. وانتي كمان لو فيه تبادل دعم هيفرق والبيت هيبقى فراحة وهدوء وسلام. وربنا يا ربي هدي سير كل بيت ويكمل للمرتبطين على الخير. خش بقى على الجانب العائلي. الجانب العائلي. انا مش هطول فيه خالص لاني هو ببساطة الامور هكون مستقرة جدا. مفيش اي مشاكل عائلية ان شاء الله. ده غير كمان ان الامور هكون مستقرة بشكل كبير مع خصوصا يعني كبار السن. مش هيكون فيه اي مشاكل معهم. وربنا يا رب يجمع دايما كل عائلة في احسن حالتها يعني. ويبعد عن اي عائلة المشاكل والتفرقة. خش بقى على الجانب المالي. الجانب المالي اه نصيحة لرجال الاعمال او الناس اللي عايزة تبدأ مشاريع بلاش مشاريع الفترة دي. والناس كمان من مواليب برج الدلول اللي عندهم مشاريع فللاسف الارباح هتكون ضعيفة. دي توقعات طبعا. الارباح هتكون ضعيفة. وكمان فيه نصيحة اني اه لكل تاجر او رجل اعمال انت محتاج تهتم بمشروعك بشكل اكتر من كده. وتجتهد عليه او تتعف فيه اكتر من كده. وربنا يوفق الجميع بالنسبة ده لرجال اعمال وصحاب المشاريع. اما بالنسبة للموليد برج الدلول بشكل عام. خلي بالك من مصاريفك الفترة دي. كن حزر في مصاريفك الفترة دي. لان انت قدام هتحتاج كل قرش. فده اللي مكتوب يعني. والعلم طبعا عند ربنا. ولكن الحزر في المصاريف مش حاجة وحشة. خصوصا في الفترة اللي احنا فيها. آآ بلاش يعني خف المرافاهية او قللها بنسبة كبيرة على الدماطيضة. بس ودي كانت توقعات لبرج الدلول لشهر ستمبر الفين اتنين وعشرين. يارب يكون التوقعات اديتكم امل ويارب يكون شهر خير على جميع الابراج ومش برج الدلول بس. اتمنى الفيديو يكون اعجابكم. لو عجبك الفيديو او عجبك ما تنسوش دعموني بلايك. ولو مش مشترك او مشترك قريب تشتركوا عشان شوفوا كل جديد من فيديوهات نوعة. مشاكل اوليكو. مع السلامة